حوار سوداني سوداني يعتزم الاتحاد الأفريقي والإيقاد إكمال حلقاته لنزع فتيل الحرب في السودان بعد أن تم توجيه الدعوة للكتلة الديمقراطية وعزاب وشخصيات وقوى مدنية سودانية إلى مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا فالحرب طال أمدها وزادت تداعياتها لا سيما الإنسانية يجب على جميع الأطراف والمجتمع الدولي العمل من أجل السلام في السودان وبخلاف ذلك ينبغي أن تكون هناك مساءلة على جميع المستويات الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كلنا نشعر بالقلق وعازمون على جلب كل السودانيين لهذا الحوار حتى نتوصل إلى إحلال السلام في السودان ويرى المشاركون من فئات سودانية مجتمعية وحزبية أن الحوار الجاري يكتسب أهمية كبيرة فالحوار تديره قوى سودانية متعددة وقد يجعله مما يصدر عنه من توصيات ملزمة لطرفه الصراع هذه أول مرة يتقدم الاتحاد الأفريقي أو أي منبر بهذه المبادرة المختلفة كثير جدا في السابق كانت هناك كثير جدا من المنصات لكن هي التي تدير الحوار الآن هذا الحوار سيديره السودانيون بأنفسهم في جلسات مقلقة بعدها يتم اتفاق على حوار شامل لكل سودانيين وسيكون إن شاء الله نحن مقترحنا أنه مؤكد أن هذا الحوار سيكون بالداخل داخل السودان وبمشاركة سودانية كاملة ومع إجماع القوى السودانية على همية مثل هذا الحوار إلا أن تنسيقية تقدم رفضت المشاركة فيه بحجة غياب الشفافية ومشاركة أطراف محسوبة على المؤتمر الوطني على حد قولهم لا بد أن تكون الحوار سوداني سوداني ولكن يكون واضح الأطراف وواضح القضايا وحتى دور المساهلين أو الميسرين الإقليميين والدوليين في الاجتماع الثاني وضح تماما أن القائمة مسيطرة عليها تماما بفلو النظام البائد والمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها وهذا هو ما رفضته تقدم جملة وتفصيلا في رؤاها وبالرغم من امتنع قوى كتنسيقية تقدم عن المشاركة فإن بدء الحوار السوداني السوداني كما يقول مراقبون يعد بداية لحلحلة الأزمة في السودان يبحث الانتحاد الأفريقي والإيقاد القضية السودانية ونزاعها المستمر مع مختلف المكونات السياسية بغية الوصول لحوار سوداني سوداني ينهي الاغتتال لكن غياب الرؤية السياسية الموحدة حسب مراقبين سيطيل من أمد الحرب ويعقد المشهد في السودان ودول الجوار جابر منصوري سكينيوز عربية أديسة بابا